بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى على أفضل صلاة والتسليم السلام عليكم حبيبة قلبي مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله تلقاكم بخير إن شاء الله المحتوى ينال إعجابكم إن شاء الله كامل وشح نبرتجي معاكم إن شاء الله يكون مفيد ويكون تحفيزي ويلا نبدأ فيديو دينا بالتحفيز وبالنشاط بالحياوية كيما عودتكم حبيبة قلبي مع هاتس خانة هادي على بالي والله غير الخدمة صعيبة الشغل الصعيب الخدمة صعيبة ربي قدرنا على كل حال سخانة راهي وقتها هنا يا كيما كتشفوا معي دورة هاتك تاع كل يوم الشغل تاع كل يوم هنا أشديت اللي بخدوة بتاعي تاستيكن متعدد الاستعمالات هنا جو بست لهم كامل على لات الدولي ديالهم نمسحت لهم كامل لغبرة وين يكون عندي ليتاش هاكدا نمسح سواء في الحيط ولا في لولي ديالهم القماش يعني راهو أنتي تاش يعني ما شاء الله غنفش فش برك هاكدا ويتنحو كامل ليتاش جو واستغل برك اسبيغاتور برك هادا ما كان لجل غبرة ما سيقت موالو ومبعد حنفرش لهم هاد التفريشة الجديدة اللي تحصلت عليها من عند لاباج فيسبوكي انستغرام اشيال كوليكسون كيما عنا بلكم نحب نتعامل معها بزف بزف عجبتني هاد التفريشة هادي طلبتها من عندها لولادي جبت لهم فلا كولور غري باش تماشرهم مع اللي غيدو اللي عندهم مع الكولور تعلاتي الدولي تاني شوفوا البنات جاية اكاغو عندها دغاوس فيه لستيك ساير داير بلا كولور غريز كيما كتشوفوا معايا جي كامل اوني وصراحة انتماشاتلي تخيط خيبيا مع اللي ديالهم مع اللي غيدو ومع المخايد هادو ما ليجو فيهم زوج كيما اشتوا معايا كين الاكاغو هادا في القري وكين هاداك الاغيور اللي فيه البلون بزف يعني واحد اللي كولور انا عجبوني بزف بزف ونصحكم تدربوا دورا اللي باشتاحا رح تشوفوا يعني وش عندها اللي بارك رايحطة وش نقولكم واحد تفريشة يهبلوا سواء اللي بارون ولا هكدا اللي شامبر دان فان هناء هادا الكوفرولي وش نقولكم على بل كين يقولوا يمكن سخانة ماشي وقتهم ما يعباكم دو كنا نشعلوا الكليماتيزور كين شوية هاداك البرودة وقع ونحبو نتغطاو كي تكون البرودة ديكتا الكليماتيزور ومامتون بش يبقاولهم دو كا صيفوش بقالو هادا شهر شهر ونص يعني يوم بعدي بداي برد الحل نحتاجوهم اللي خريف ولا لشتا لي كوفرولي هايلين عجبني بزاف تطرح ديالهم عجبتني تاني لبنات شوفوا دارتهم لي دو بل فاس جي هاد جي اكاغو بهذاك البرودة و جي هاد جي اغيوغ وين كين البلون يعني اعطتني لشوا في التفريشة شوفوا معايا سواء نحب نفرش هاكدا في الاكاغو في البرودة ولا نفرش بال بالاغيوغ هاداك اللي فيه البلون صراحة ندوب لفاس يعني كنكرهو من جي ها نديرو جي ها شوفو خرجو يهبلو معا لو يعيدو كي ما قلت لكم وقاع خرجو لي ما ان شاء الله اذا كنتوا حابين تطلبوهم لبنات انتوا ما تاني لولادكم ولا تديرو لا شامبغ ديالكم لا شامبغ بغانتال ولا الرقم الها تفراو هنا امامكم را يدير توصل لكامل ولاية الوطن وين ما كنتوا يجيبوه لكم حتى باب المنزل البصحة وليداتي وعقيبة لولداتكم إن شاء الله وعقيبة الليكم حبيبة قليلو ان شاء الله فراش الصحة وان شاء الله فراش لهنا 이 الزينات يلالغاليات وما تنسى شي تخلون لي رايكم في云يركم POA ويشنو هو اللي يعجبكوم هاسكوا Bringless to accumulate or the غير دائما الشاركون للبنات رايكم انا يعني يعجبني بزيف الغريبي في الاكاروب الكريو Niemehr هنا نكمل مع الشغل مع الطاقة الإيجابية هنا درت هادوك اللي دغا تعدراري اللي نحيتهم وكامل درتهم في لاماشين عندي هاد الشغطة وليدي اللي كان مرمد ووش نقول لكم هبط به البحر رجعوا كما يقولوا هو بيض رجعوا قهوي رجعوا الصفر كامل مدبوغ هنا على بل كن دلو داخل لاماشين مع هادوك اللي دغا على بل بل لي ما يخرج ملاتيك شديد هنا يا صفوان دو مارسايد يالي تاع لايف دايما حب نقسم أنا طرف هادك تاع سابون حجرة نقسمو هاقده في النص نستعمل نص ونص نخبه هاقده باش منفسج كامل هادك طرف تاع السابون كي خلاص لي نص نستعمل نص لاخر هنا البنات شوفوا طليت له كامل سابون هادك تاع الحجرة تاع لايف شوفوا يخرج روعة باس كي عباكم شوفوا كان مدبوغ بزا 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 ف وبيني وبينكم ما حبيش ندلو له جافل اكو على بلكم جافل كشغل يصفر شوية لحواج يبا حكيتو بيان بيان بصابون حجرة خليتو هاقدك واحد نص ساعة وبعد عا وتوليت ليه لقيت هادو كلية طاش والاوسخ شوفوا كامل اتنحه وكامل خرجو ضربتو بتشيلها غير خفيفة ومباش دلتلو رغيوة باش يرحلي بيان بسائلت عبسلت عالو فيرا اللي شاركتو معا كل مرة لي فاتت لي راني فرحانة بزا 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 بلعطر ديالو دلت هنا غير شوي يابر كي ما قلت لكم باش يزيديو خرج بيان وباش يعني نعطروا ولا تبقى لي فيه ريحة مليحة وفالا شللتو ومبعدها يعني هادك الرغوة بيان سغنة ما نر مهاش صراحة نتغيض وتشاهل ريحة تحب زاف هاي لا دفا يعني نسيق بيها لبالكون نسيق بيها هنا لتوالت بس كوك اذكر روكان تنقية على خطر علاش الاوسخ كامل نحيتهم بصابون تعطرفو لصابون حجرة كي ما نقولو ودكر وحو نشارك معاكم السغفيس ديالي الجديد هادا لي فيه كي ما كتوفوا معايا 56 بياس سغفيس هايل نقدرو نستعمله الضيو في لبنات نقدرو هاكدا الكل يوم دفا ويكونوا عندنا هاكدا طباسا مفردين في ناجل المفردين نحبو نديرو هاكدا حاجة في الكوزينة تكون بالطبع والشان لذلك حنشارك معاكم هاد السغفيس هادا اللي تحصلت عليها من عند لاباش فيسبوك غوية الميناج باش انتو ما تاني تاخدو فكرة هاد السغفيس كنت شاركتو معاكم من قبل داتو عليا مرتلوسي تاني هبلت عليها كي ما انا كي ما يقولو ما حبيتو نخليها في قلبها مدي تولها وانادوك الحمدو الله شوفو كي ما يقولو زاد ربيا يبعتلي واحد اخر اه صراحة ان هما كين لي كولغ ستشوفو معايا ما انا دايمن عجبتني هاد لا كولغ هاوليك هنا شوفو فيشي وش فيه كان مبنت فيه ستة طباسا بلاء كبار ومبعد ستة تاع جواز ستة تاع لي بولتا شربا هايلين وبعد عدنا شوفو ستة فناجل تاقهوا كحلا بليسو تاستا وحم هامليك هنا يجو الحجم ديالهم صغير هادو ما الفناجل تاقهوا وعدنا الفناجل تاقهوا حليب حتى هوا ما بليسو تاستيا وهم هامليك مام الحجم ديالهم ما شاء الله ما شي كبار هامليك ماركو تشوفو معايا وفيهم هادو ما الستة صغار تحبوا تقدمو فيهم الحالويات ولا تحطو فيهم حميس ولا حاجة ومبعد عدنا لها سوبيا غتاني للحجم ديالها ما شاء الله هايليك بالغطيوات ديالها وعدنا ستة واحد دخلين بلا نقدروا استعملوهم تاني للي تقديم الحالويات ولا نستعملوهم مع الساقف للمكلة نحطو فيهم شلايض ولا مملاحات ولا ساقف هايلا شوفو معايا لبنات الموادة اليوم توفرين هادا تاني بزاف شباب له هاكدا شوفوش حال هايلي عجبني تاني وكين الافلغ ليحبو الافلغ مام الافلغ رايعا وتولاتك شغل كيما يقولو لاموادة ديالو دونك راهم توفرين ناني خليت لكم اخواتي رقم الهاتف راهو في الشاشة بنسبة للسعر دا المليون وسبعمية وتمانين الف والتوصل راهو مجاني لكامل ولاية الوطن وينما كنتو راح يجيبوه لكم حتى باب الدار كيما قلت لكم حبيتو تديروه كادو الاشخاص هاكدا عز هاز عليكم حبيتو انتو ما كيما قلت لكم عندكم طباسة مفردين تقدروها هاكدا او في كلش عندكم هادوك الفناج الهايلين الكل يوم وعندكم تاني طباسة شوفو يعني ما كش راح تستخصي كامل طباسة في الكوزينة عندك اشكال وانواع كين صغير كين البلا كين تاع الجواز كين تاع شربة يعني هايلين هنا بينسوق قبل الاول استعمال درت لهم ارغيوة يعني اول يولين قعد نغسل فيهم وكامل اه درتهم كامل داخل لاماشين استعملت باستيديالي تاع استيك ودرت لها بروغرام كيما كشتو معايا قصير غير تبركتها خمسة وثلاثين دقيقة باس كما في يوم شماكلة ولا حاجة غير على جيل هادوك الاوسخ ولا كشما غبرة ولا هادا ما كان خليتهم يتغسلون بعد هنا يح نشارك معاكم اه وش طيبنا نهار عاش وورا كنا صايمين ربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال كيما شتو كنت دوزنت شريبة تاعي فلا كوكوت غلقت عليها ومبعد هنا وليت دوزنت شخشوخة حطيت زيت من قطعة تاع الحم احبها بصل متوسطة في الحجم تكون بيان غابي هاكده بش المريقة تجيني خاطرة درت ملح فلفل لكحل قصبر مرحي درت راس الحانوت تاني اه ودرت رشة صغيرة تعقرفها تبقى اختيارية كاين لي ما يديروش على بالي دون كان هادي طريقتي وكل واحد يطيبها بالطريقة اديالو بعد ما تبال هاداك البصل زيت هنا حوالي زوج حبات طماطيش كبار في الحجم مرحيين مليح مليح مع طماطيش تعلباطا انا ما كترتش انتو ميلة كانت تحبوها حمرة بزا 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 اه رميت تاني لحميصة وهنا في هاد المرحلة لازم نخليوها تتقلى بيان 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 لان بعد كي شتوني كيما رميت لحميصة كنت لقيت مرسو تعل جاجدر في الكونجيلاتو اقولت ولا غير نزيدو هاكده بش يتلقى البنه بعد ما كيما قوت لكم تقلوا مليح 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 مرقت بالمسخون وبعد اختيت هادي كشخشوخة اه فورتها هادي تراهي تعل محلات صراحة انشراها الموسيوم ما عجبتنيش مع السخانة ولا غير عجست انطيبها اه بسكو كي مشو معايا في الفيديو اللي فات كنت غير كيما دلت المسمن دونك قولت نشري هاز عما مع الصيام والنقص التعب فينا المولا غير ندمت بسكو ملقاش حاجة مليحة وكتو عرفوا الموهم الرجل شوية خاطيهم شوية القضيان الموهم كيما قوت لكم كشغل داروها كشغل مسمن وفتته على بيان بيان بلايس كشغل جوخشان مي الموهم مدهنت هنا يا بعد ما فارت بالزبطة اه كنت رميت داخل لاسوس حبت تعباطا كانو عندي حبت باطاطا صغار عمليك هنا ق اه جوزتهم في شوية زيت وشوية زبدة قليتهم هاكدا باش ياخدوا تحميرها ودك اندرتوا الجج زادوا حمروا الجج ديالكم هنا في المقلة باش يجي ابنين هنا يا بعد ما طابت الشخشغها راح تنوجد المو ملاحة كولا بلكم ممكن يكونوا صايمين حبوا هاكدا حاجة لي نجوزوا بيها شربة هنا كان عندي خبز بايت دونك قوت نستغلوا ندير به مو ملاحة شوفوا هنا نقطع الخبز ديالنا اه يكون فيه حوالي ددوة هاكداك اه في الوصفة هادي لازم استعملوا خبز يكون بايت مش هدك الخبز اليابس بزاف كما تقدروا تستعملوها بالخبز العادي نقطعت الخبز ديالي خليتو تكوتيد وكان رحو نوجدو له لا فخص في مقلة نحطو زيت نحطو هنا حبه بصل تكون مرحية عادي ما تكونش مرحية ملح ملح نقلوها كي تدبان نزيدو لها هنا شوية تعلجاج انا قطعتو هاكدا مربعات تقدروا استعملو الحمر حي لكم الاختية زيت هنا شوية فلفلح لولخضر او الحمر نديرو ملح فلفلك حل للعكرية توابي الخاصة بالدجاج وقليتهم ه هكدا على نار قليلة حتى طابو كامل بعد ما طابت هاديك الفقس وليت اللي هنال هادوك الدوائر تعل الخبز شوفو هاكدا نعبزوهم ملح 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 لداخل هاديك الميتبان باش نشكلو فراغ في الواسط هنا اعلى بيها قدكم متقدوش تستعملو الخبز اليابس متقدوش تعبزو هاديك البابة ليتكون فلوس مش كما يكون الخبز الطريق ومبعدا نعمروهم به هاديك الفقس هنا يجبت الجبن ديالي تعدامر عندي هنا يا شيدر ناخد قطعة منو وحنزيد ناخد تاني قودة كما قلت لكم عندهم عدة ادواق الفخو ماجدة تعدامر ان شاء الله تلقاوه في الاسواق وتجربوه صنع جزائري لبنات عندو واحد لقوه وش نقول لكم هاي لي يا البنات عندهم في الايدام هاكدا عندهم كما قلت لكم لي بالاعشاب لي بالكمون عندهم لي بالجوز شوفوا قطعتها عن الجوز هادا هاي المثلا نديرو في لصالة دوقة انا قلت لكم اليوم ما درت خالط بين قودة وشيدر تعدامر سكرفشتهم هنا يا نحطوا كمية فوق هادوك الدوائر تاع الخبز ديالنا حيزيدنا قلبنا وندخلوهم للفرن على ميتين درجة مئاوية برك قسمي يدوب هاداك الجبن هادا ما كان الخبز ما يحتاج طياب لا فاق سراهي طايبة يعني يغير برك بشي تقراتينا هاداك الجبن والمملاحات تعنا هادي راح تكون واجدة دوقة مبقى لي برك نوجد طبيسي تاع لاسالات مع الصيام كي موقتكم لازم نتهلاو شوية حطيت شلادة ديالي هنا سكرفشت حبة زرودية كان عندي بيطراف تاني كان طايب في الفريجيدر قطعتو هاكدا درت طماطيش المهم شلادة خضراء وخلاص نزينوها بليكولغ هاكدا كيما يقولو بش تجلب شوية نادر وتجلب الانتيبة وبش تاتيري الانسان في الماكلة هنا الحميس تاني كان عندي طايب من قبل انا ما يخطينيش حطيتو برك في لازاسيات هادوك الصغار اللي قلت لكم عليهم حجم صغير انا درت فيهم الحميس درت عليهم شوية تاع زيت الزيتون في نفس الوقت هام لكن مملحة تراهم وجدو زي انتم هاكدا بوريقة تعمى عدنوس وحب زيتون اسود شوفو كيفاش خرجو صراحة نخرجو ايش هي وفكرة بزاف هايلا منها نستغلو الخبز اللي بقاننا ومنها يعني مملحة بزاف بنينا نرافقوها مع اليسوب تاوعنا مع شربا تاعنا تاني تقدو تدوها حتى في الخارجة الصيفية دفا نحيرو واش نديرو وليولي ندو الخبز ونديرو فيها صندويتشات ولا يعني نستغلو نديرو بهاد المملحة امام تمام في البحر هاكدا ولا في الخراجة الصيفية راه سهل يعني نمدوه لدراري غير هاكدا يجي هاي الهامليك شوفو الشكل تحهم يجي ما شاء الله يجي روعة وهدية طاويلة تاع يوم عاش ورا ان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان شاء الله ربي يدوم هاد النعمة واللمة علينا وعليكم هاو مليك هنا يا الحميس هاوليك الشخشوخة زينتها بعدوك البطاطا دي كي ما حمرتها البيض حطيت لحم الجاج ومنسى وش هدك الراسة على الحار لازم على باكم الشخشوخة لازم نكترو لها الحار مليح كي نرميولها داخل المرقة الحار ومليح تاني ممكن تكون تفور تقدروا تديرو لها راسة على الحار يفور مع هاديك الشخشوخة راح يمدلها بنا بزاف هايلة وهاي لك المريقات جي خاطرة حارة واش نقول لكم يعني والله غير جات تشهي جات ما شاء الله وهدي يا الطاولة ان شاء الله هاد الافكار اللي شاركتها معاكم حيبة قلبي تنال اعجابكم وبزاف اخواتي يبعتولي يقولي ساميرا عدنا عرضة عدنا هكدا جاي ناضي يا فراني حيرين شاركي معانا افكار دونك الافكار تانهار اليوم راهي سهلة بسيطة وتوالي مع هاد سخانة هادي شوف المملحة كيفاش جات جات روعة والله غير بنينا ممكن تاكلوها نقول لكم حبيبة قلبي شاهدكم في الجنة ودوكا ما تهربوش ما زال عدنا حاجة حلوة الله يحلي يامتكم تحلية اللي درتها في الصهرة تحلية باردة منعيشة بذوق الشوكولة هاي لك هنا امامكم شوفوا كيفاش تجي تشاهي راهي بحجم عائلي وحاجة ليساهلة في التحذير ديالها شوف كيفاش تترعد يعني حاجة بنينا وكيما قدكم حجم عائلي وتحضريها على دربة تحمر لك وجهك هاقدا الافراد العائلة ولا عندك ضيوف تاني ولا يلا نشوف الوصفة اللي بنت اهنايا ناخدو قاطو انا صراحة ان هاد القاطو عندو شحل هو في الدار محبوش ياكلوه ادراري اه كم كنت مخبياتو شغل غلفتو بيا مصرالو حتى حاجة نحطو القاطو ديالنا هاقدا في مول ومبعدا ناخدو كسرونا نحطو فيها اه ريت لاتة حليب نزيدو عليها علبة فلان بذوق الكاغامل علبة فلان بذوق الشوكولة زوج مغارف كبار تعبودرة الكاكاو زوج مغارف كبار ما يكونوش معمرين بزاف تعال السكر الناعم ونزيدو زوج مغارف كبار ونص تعال الناشا نخلطو هاد المكونات كامل بارد في بارد ونحطو الكسرونا ديالنا فوق النار نبين سوغ نبقى ونحركو فيها حتى تعقد معانا انا كنت مرة نحرك ومرة هنا يجيتنا اخديت شوكولة لاباتا غلاسي شوكاس استعملت اليوم هادي اللي راهي بالذوق تاع شوكولة النواخ اه تمدلي دوق بزاف هاي اللي هادي فيها الدوق تاع الشوكولة وش نقولكم اه عباكم شوكولة نواخ شو لعندها دك الدوق القاوي تاع الشوكولة وعندها دوقه اكثر من رائه وجهتها قطعتها الى مربعات صغيرة نبينسو غير عقد هاداك الخالط نزيدو الشوكولة ديالنا ونخلطو حتى الدوب نشوفو شوكاس يعني عندها واحد الخاصية تاع الدوب تمتم اه غير تشم شوية سخانة الدوب فوالا هنايا نفرغو الخالط اللي تحصلنا عليه فوق هاداك القاطو نحاولو نغطيو كامل هادوك القطع تاع القاطو ديالنا نسقمو شوية الخالط ونخلي واي برد غير شوية وندخله للتلاجة اه لازم يعني حتي برد منيح باش نقدمو هادي تقدم باردة قبل ما نقلبوها فوق طبق التقديم لازم نجوزو موس كامل على الحاوف هاكدا باش تهبط معانا بكل سهولة وما تلسقناش اهنا يا عند التقديم اه تقدروا تزينوها بهاكدا رشا تكون مليحة تعبو درت الكاكاو تقدروا تديرو لها مثلا موشوية مكسيرات الجوز تقدروا تزينوها بالبانان مما يلا درتوا معها البانان راح تجيب تزاف هايلا كتعرفوا البانان يتماشى مع الشوكولة انا قسمت لكم هنا شوفوا كيفاش تجيت قسموه لحسا بعد افراد العائلة ولا الضيوف ديالكم والله غير حضرتها في وقفة في رمشة عين وجت هايلا عشاق الشوكولة اكوا راحين تستمتعوا بيها جت الترع دي يا مولاي هايلا القاوامتان يشوفوا ما شاء الله اخفيفة جربوها البنات وكما قولكم دايما ما تنسوش تشاركوني تطبيقاتكم على صفحتي على الانستغرام ولكم شاهدكم في الجنات هلا وفي صحتكم احبكم في الله في امان الله